موشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم موشاهدين الكرام في قناتكم لالانغ فرانسيز في هذا الدرس أحاولو أن أقدم لكم la congélison du verbe فار la congélison du verbe au présent matalan, au passé composé, au futur الصرف والتحويل الفعل يفعلو إذن فار du verbe فار فار إذن ساقوم بتصرف الفعل فار و ساوركيبو جومل متalan, la congélison du verbe فار au présent و ساورقدمو في هذا الدرس le présent, le passé composé, le futur simple du verbe فار إذن la congélison du verbe faire au présent الحاضر مثلا je fais أي ساقوم بتصرفه إلى الحاضر وأيضا au passé composé الماضي المركب مثلا إذا أردت أن أقول فعلت سأقول j'ai fait j'ai fait فعلت وأيضا ساقوم بتصرفه إلى الفيتيور simple فيتيور simple j'ai fait سأفعل إذن j'ai fait j'ai fait j'ai fait أي يمكن أن نتكلم عن الحاضر والماضي المركب و المستقبل البسيط feature simple المستقبل البسيط إذن feature simple المستقبل البسيط إذن في هذا الدرس سأحاول أن أقدم الفيتيور في الحاضر والماضي المركب والمستقبل البسيط وسنتعلم أيضا كيف سنطرح السؤال باستعمال الفيتيور الفيتيور مثلا كسكيل ف ماذا يفعل كسكيل ف ماذا يفعل إذن سأطرح أسئلة وسأعلمكم كيف تطرحون أسئلة وأيضا سأقدم جمل النفي إذن ستتعلمون كيف يستعمل الفعل ف أو لذب ف في جميع أشكاله إذن مشاهدين الكرام مرحبا بكم في قائمة الجمل الجمل الأساسية في الفرنسية الفرنسية الدرس الواحد والسبعون إذن الفرنسية الجمل الأساسية في الفرنسية إذن قبل أن أبدأ أريد أن أخبركم أن جميع من تابع برنامج تعلم لغة فرنسية للمبتدئين من الصفر قد تعلم لغة الفرنسية فجميع التلقات تقول أنهم تعلموا لغة الفرنسية إذن أنت بدورك مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم لغة الفرنسية مجانا من الصفر اضغط على الروابط وحاول أن تتابع الدروس من الأول هناك قائمة القواعد قائمة الحوارات قائمة الجمل قائمة النطق والسماء وقائمة القصص وأيضا النصوص ودروس أخرى حاول أن تتابع الدروس من الأول وستستعلم اللغة الفرنسية إن شاء الله إذن الآن سأبدأ الدرس على بركة الله Je fais dispar إذا كنت أريد أن أقول أفعلوا الرياضة أو ألعبوا الرياضة أو أقوموا بالرياضة سأقول Je fais du sport مثلا مرتين دفع مرتين في الأسبوع دفع دون لسمن د فع دون دون إذن ألعبوا الرياضة مرتين في الأسبوع هنا نتكلم عن الحابر الآن ألعبوا الرياضة الآن ألعبوا الرياضة Je fais du sport deux fois dans la semaine ولكن إذا أردت أن أقول لعبت الرياضة مرتين في الأسبوع في الماضي لعبت الرياضة في الماضي ليس ألعب الرياضة الآن سأقول ج ڤي فت ج ڤي فت دو سپور دو فو دون لا سمين ج ڤي فت ج ڤي فت إذن سأشرحو بالضبط كيف يمكن تصريف الفعل فر إلى الحادر والمستقبل و الماضي إذن ج ڤي فت دو سپور دو فو دو فو دو سمين لعبت جي فى الرياضة دي سبور دو فى مرتين دون السمين في الأسبوع هنا تكلمنا عن الماضي الآن سنتكلم عن المستقبل سألعب سألعب الرياضة إذن المستقبل ركزوا معي قليلا وسأشرحوا بدقة إذن في المستقبل سأقول سألعب الرياضة إذن جي ثري سألعب الرياضة دو فى مرتين دون السمين في الأسبوع سألعب الرياضة سألعب الرياضة سألعب الرياضة سألعب الرياضة قلنا جي فى وفي الجملة التانية قلنا جي فى أي الماضي في الماضي قلنا جي فى لعبت وفي المستقبل قلنا جي ثري أي سألعب جي ثري سألعب إذن جي فى ألعب الآن جي فى لعبت في الماضي جي فى وجي ثري سألعب إذن جي فى دو سبور دو فى دو سمين ألعب الرياضة مرتين في الأسبوع يمكن أن أقول أنت تلعب الرياضة أنت تلعب الرياضة إذن جي فى جي فى هو يلعب الرياضة يمكن أن يقول كالسؤال كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ إذن سأطرحوا سؤال وأقول ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ لاحظوا معي يفعل إذن كيف يفعل؟ إذن كيف يفعل؟ يفعل دي سبور دو فو دون لسماني يعني أخذنا يفعل وكيف يفعل؟ كيف يفعل؟ إذا تكلمنا عن إذا طرحنا سؤال وقلنا كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ وإذا أردنا أن نقول هل يفعل؟ مثل من الرياضة نقول إذن سأشرح هذا عن طريق الجملة؟ إذن إذا قلنا كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ الجواب يفعل؟ دي سبور؟ دو فو دون لسماني يفعل؟ دي سبور؟ يلعب الرياضة؟ أو يفعل الرياضة؟ أو يقوم بالرياضة؟ يفعل؟ أو يفعل؟ أو يلعب؟ إذن الآن سنقول نحن نلعب الآن نحن نلعب الآن عندما أنتهي من الحضر سأمر إلى الماضي ومن ثم إلى المستقبل إذا أردت أن أقول نحن نلعب الآن سأقول نفزن 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 دي سبور نحن نقوم بالرياضة أو نفعل الرياضة أو نلعب الآن والأصح هي نلعب الآن في الترجمة إذن نفزن دي سبور عيدو معي نفزن دي سبور دي فو دان لسمان نفزن دي سبور دي فو دان لسمان أي نلعب الآن مرتين في الأسبوع وإذا أردت أن أقول أنتم تلعبون الآن أنتم تلعبون الآن مرتين في الأسبوع سأقول أنتم تلعبون الريادة مرة تين في الأسبوع إذا أردت أن أقول لهم يأل عبونا الريادة ولكن يمكننا أن نقول أيضا ولكن يقول لك هل هل عند نقول هذه القرية؟ هل هل يمكن أن تقول هل سي Defin lava هل يمكن أن تقول هل كريم يعني طرح تسؤال هنا و سأضع علامة لإستفام إذن إذن طرحنا السؤال بأسك أو يمكن أن نقول نضيفو يمكن أيضا أن نضيف كسك أضفنا أسك تعني هل كسك كريم فى ماذا يفعل كريم إذن سنضع هنا علامة لإستفام كسك كريم فى ماذا يفعل كريم أو كسكيل فى ماذا يفعل كسكيل فى ماذا يفعل يفعل كريم فى كريم فى ديically فى دي قطة دي سمان جه فهده سبور العيب تريضه جه فهده جه فهده سبور دو فهده سمان العيب تريضه مرتين في عوضه إذا أرادت أقول أنت لعيبت في الماضي أنت لعيبت الريضه مرتين في عوضه يمكننا أيضا أن أقول يمكننا أيضا أن أقول هي قامت بالريادة أو هي فعلت الريادة أو هي لعبت الريادة هي فعلت الريادة أو هي لعبت الريادة في الماضي نحن لعبت الريادة Nous avons fait du sport deux fois dans la semaine. نحن لعبنا الرياضة مراتين في الأسبوع. Nous avons fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait du sport deux fois dans la semaine. يمكننا أيضاً نقول. Ils ont fait. Ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport. Ils ont fait du sport deux fois dans la semaine. أي لعبوا الرياضة. هم لعبوا الرياضة. إذا أردنا أن نقول. هم لعبوا الرياضة مراتين في الأسبوع. نقول. Ils ont fait du sport deux fois dans la semaine. يمكننا أيضاً. A skill. a skill. A skill. A skill. Est-ce qu'ils ont fait du sport? هم لعبوا الرياضة. إذا أردنا أن نقول. تعني هل. إذا أردنا أن نقول. Est-ce qu'ils ont fait du sport? deux fois dans la semaine. هم لعبوا الرياضة مراتين في الأسبوع. أردنا أن نقول. Est-ce qu'ils ont fait? أردنا أن نقول. Est-ce qu'ils ont fait du sport? deux fois dans la semaine. يمكن أيضاً أن نقول. ماذا فعلوا? ماذا فعلوا؟ سأقول. كس qu'ils ont fait? کس qu'ils ont fait? ماذا فعلوا؟ كس qu'ils ont fait? كس qu'ils ont fait? سؤال. على شكل سؤال. كس qu'ils ont fait? ماذا فعلوا؟ كس كالزان فى؟ إذن يمكنوا أيضا أن نقول الجواب او كريم فاتمة كريم وفاتمة ان فى دي سبار إذن كريم وفاتمة ان فى دي سبار كريم وفاتمة ان فى دي سبار أي كريم وفاتمة لعبوا الرياضة او قاموا بالرياضة او فعلوا الرياضة إذن الان سأمر إلى المستقبل في المستقبل قلنا نقول جو فرأ إذن أردتوا أن أقول سألعبوا سأقول جو فرأ جو فرأ دي سبار دي فى دي سبار جو فرأ دي spoور كفر دي سبور دي فور دي فورل هتفا تبي فار فار دائمن سا هتفا تبي فار تي فران دي سبور دي فورل دي فورل هو الأسى لعب الريادة إل فرا سنحن تفور أس نحن تفور فقات اللي فر يمكن أيضا أن نقول نحن سنلعب نحن سنلعب نحن سنلعب نحن سنلعب مراتين في الأسبوع إذن إذا أردت أن تقول نحن سنلعب الرياد مراتين في الأسبوع نحن سنلعب نحن سنلعب 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 ي شرب مراتين في الأسبوع وأردت أن تقول هم سيالعبونا هم سيالعبونا هم سيقومونا بالرياضة هم سيالفعلونا الرياضة هم سيالعبونا Christina اذا فتلك يسأل في العاب المشاركة من الأسبوع اليوم سيألعاب المشاركة أنا أكلها وهناك يسألعاب المشاركة إليه فتلك الصمات الان سأطرح السؤال مثلا بي تي ادن تي فرا قلنا تي فرا سنطرح السؤال فقط بي اسك 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 تي فرا دي سبرا دي فوا دون لسمان يعني سنطرح علامة الستفهم اسك هل اسك تي فرا هل تقوم او هل تفعل الرياضة او هل تلعب الرياضة اسك تي فرا دي سبرا دي فوا دون لسمانة هل تلعب الرياضة مرتين في الاسبوع ادن اسك تعني هل اسك تعني هل يمكن ايضا ان نقول ماذا تفعل ماذا تفعل ك كسك تي فرا ماذا ستفعل ماذا ستفعل في المستقبل كسك تي فرا ادن ان نقول ماذا ستفعلان سنقول كسك تي فى ماذا تفعل ماذا تفعل الان كسك تي فى ادن ان نقول ماذا فعلت في الماضي ماذا فعلت ماذا فعلت اذا هنا الماضي فعلت او قمت واذا قلنا ماذا ستفعل ماذا ستفعل واذا قلنا كيسك تفاي ماذا تفعل الآن أي الحاضر كيسك تفاي تفاي تفعل تفاي تقوم بشيء مثلا إذن مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا أتبعكم لهذا الفيديو وأطلبوا منكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة ولكي تساعدوا القناة على استمرارها من أراد أن تستمر القناة ويستمر برنامج تعلم لغة الفرنسية في ثلاثة شهر فليضغط على بغتاج أو مشاركة ويشارك الفيديو عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأريد أن أقول لكم مشاهدين الكرام أن هناك برنامج لتعلم لغة الفرنسية المبتدئين من الصفر حاول أن تتعلم لغة الفرنسية من الصفر فهناك قائمة قواعد وقائمة حوارات وقائمة الجمل وقائمة نطق والسماء والقصص وأيضا هناك قوائم عديدة كالنصوص وما إلى غير ذلك حاولوا أن تتابعوا هذا البرنامج فستستفيدون أكثر وهناك أيضا برنامج لتعلم لغة الفرنسية للمستوى المتوسط وهناك أيضا برنامج لتعلم لغة الفرنسية للمستوى المتوسط وفي الأخير ستجدوا قائمة للجومة الأساسية في اللغة الفرنسية الجومة التي يستعملها الفرنسيون للتكلم والتحدث باللغة الفرنسية وأريد أن أقول لكم اضغطوا على جيم وعلقوا على الفيديو ومن لا زل لم يشترك في القناة فليضغط على اشتراك وليفعل زر الجرس ليصله كل جديد إن كنت تريد أن يصل لك كل جديد اضغط على اشتراك وليفزر الأحمر أسفل الفيديو وفعل جرس أي ضغط على الجرس وشكرا لكم وإلى لقائنا آخر في فيديو آخر إن شاء الله